سنةٌ جديدةٌ تضاف إلى ذاكرة المأساة السورية سنةٌ لم تحمل الكثير من التطورات الميدانية أو السياسية وإنما حملت مزيداً من المعاناة للشعب السوري في الداخل والخارج مرت السنة وقد تمكن نظام بشار الأسد بدعمٍ من القوات الروسية والميليشيات الإيرانية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق التي سبق أن سيطرت عليها قوى المعارضة المسلحة خلال السنوات السابقة لكن الحدث الأبرز ميدانياً خلال هذه السنة كان تكثيف الضربات الصهيونية ضد مواقع النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران على الأراضي السورية تصعيدٌ تزامن مع ما بدأ أنه انسحابٌ تدريجيٌ للدور الأمريكي في سوريا وهدوءٍ نسبياً على جبهات القتال بين النظام والمعارضة لاسيما بعد التوغل التركي في مناطق الشمال السوري تأميناً للحدود التركية من هجمات تنظيم بيكاكا والتنظيمات المرتبطة به في سوريا ناهيك عن اتفاق التهديئة الذي أبرم بين أنقرة وموسكو وأوقف عجلة الحرب عن الدوران نحو إدلب الغارات الجوية الصهيونية على سوريا تكثفت حتى صارت خابراً معتاداً لدى وكالات الأنباء بصورةٍ شبه إسبوعية الأمر الذي بات ينظر له كمتغيرٍ جديدٍ في معادلة الصراع الذي يجري على الأرض السورية منذ سنوات والذي حولها إلى واحدةٍ من ساحات الحرب متعددة الأطراف التي تجري بين العديد من القوى الإقليمية والدولية وتبقى معاناة الشعب السوري دون بارقة أملٍ حقيقية تبشر بنهايةٍ قريبةٍ لها باستثناءٍ بعاث روح الثورة من تحت ركام ما دمرته آلة الحرب في عدة مناطق في الجنوب السوري ما يشي بأن الأمل ما يزال معقوداً بناصية الشعب وحده بعيداً عن الارتهان لدعمٍ على الأغلب لن يأتي من أيٍ من جهات الدنيا الأربع ترجمة نانسي قليلة